تتواصل في قرية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية أعمال حصاد فاكهة البرقوق ويعد موسم حصاد البرقوق مصدر رزق وسعادة للأهالي وتنتج كفر شكر أنواع مختلفة من البرقوق منها السكري والبلدي تشتهر قرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بزراعة البرقوق أو ما يطلق عليه فاكهة الملوك ويعد موسم حصاد البرقوق مصدر رزق وسعادة للأهالي وتنتج مزارع كفر شكر العديد من أصناف البرقوق ومنها البلدي والسكري والسنتروز وغيرهما وتطبق المزارع جميع معايير السلام والتكويد مما يسمح بتصدير كمية كبيرة من المحصول للخارج وتبدأ زراعة البرقوق في شهر فبراير ويستمر الموسم حتى نهاية شهر أغسطس هذا ويتميز البرقوق بأن له معاملة خاصة في حصاده عن باقي أنواع الفاكهة حيث يتم جمعه بشكل خاص داخل كاراتين سواء للتوزيع الداخلي أو للتصدير إلى أسواق العالم تحت لافتة منتج تمت زراعته في مصر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر